يبحثون بين الكتب عن قصة أو صور بشغف ينسج هؤلاء الأطفال علاقتهم بالكتاب في معرض يلقب بأنه عميد معارض الكتب في العالم العربي غاب لثلاث سنوات وعاد تحت شعار بيروت لا تنكسر من أنا وصغير بحب إجعل معارض الكتب في كثير كتب وأنا بحب الكتب ففي كثير أشياء بحبها مثلا الفيزيكس، بروغرامينج تمت علاقة وطيدة بين مختلف الأجال وهذا المعرض بعد 63 دورة يحضر رغم الظروف وتحضر معه أسئلة عن القدرة الشرائية والمفاضلة بين الكتاب ورغيف الخبز في ناس أكيد فتشعر الكتاب بس ما عندها قدرة تشتري لأنه السلم الأولويات تختلف يعني أصارت الناس بتفكر برغيف الخبز بالدرجة الأولى ولهذا فإن الأجنحة التي تعرض كتبا مستعملة أو بأسعار تنافسية ومخفضة كانت قبلة الزوار الأسعار نظرا للوضع جيدة البرمي سريعة ليست هذه الدورة بزخم الدورات السابقة لا بمساحة المعرض ولا بالمشاركين 90 دار نشر تشارك بمعرض كان يستقطب نحو 250 دار نشر ولكن يبقى الهدف أولوي نرجع لبنان على الخارطة الثقافية ويرجع العالم يعرف جميعا أنه نحن لازلنا موجودين في أروقة المعرض نوستلجيا حنين إلى زمن بيروت والكتاب والصحافة وهذا بحد ذاته حسب المنظمين هوية يجب التمسك بها رغم الظروف يبدو أن الهوية الثقافية في هذه المدينة عصية على الانكسار تمت إصرار واضح هنا على التمسك بالعلاقة بين بيروت والكتاب ودورها الثقافي يقولون هذا هو الحصن الأخير بعد أن خسرت بيروت كثيرا خلال الأعوام الماضية حمد شبارو العربي بيروت